اهلا 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 بحضراتك طيب الحديث هيبقى حديث في الاقتصاد بالصعام لو صح التعبير الاقتصاد الصعيدي يعني خلينا نعرف ايه اللي بيجرى في الصعيد ايه هي مفاهيم التنمية في الصعيد وخلونا زي ما كنت بقول لكم قبل الفصل نرحب بضيوفنا الاعزاء داخل الستوديو اتنين من الباحثين الاقتصاديين ملو العين والعقل استاذ احمد بيومي الباحث الاقتصادي بالمركز المصري للفكر والدرسات الاستراتيجية اهلا وسهلا اهلا 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 ازاي حالي كله تمام كله تمام الحمد لله وايضا الاستاذ محمد صبري الباحث الاقتصادي بالمركز المصري للفكر والدرسات الاستراتيجية يا اهلا وسهلا اهلا وسهلا محمد لله اخبار كله تمام الحمد لله طيب هابدأ من ايه نبدأ باليمين هنتا ياما نيجي من احيان دي أستاذ محمد إيه هو ما كان يحتاجه الصعيد في السابق وإيه اللي كان المفروض يتعامل للصعيد وإيه اللي احنا وصلنا له تمام بداية من قبل 2016 كان فيه كرة كتير مش وصل لها مياه مش وصل لها غاز مش وصل لها مرفق كتيرة تمام كان فيه قلة في عدد المدارس كان فيه مشاكل كثيرة مع النمو السكاني طبعا فكانت محتاجة أن يوصل لها المرافق دي كلها وكان أهالي الصعيد شايفين أنه هم يعني مش وصل لهم الاهتمام الكافي بيهم سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في بداية 2016 قال هنبتدي نعمل حياة كريمة وهي فعلا حياة كريمة لكل مصر فبدأ يدخل المرافق فعلا للصعيد اتصرف على الصعيد على البنية التحتية والمرافق من 2016 لحد 2022 واحد تريليون جنيه مصري على المرافق كلها في الصعيد ولا في مصر في الصعيد واحد تريليون جنيه واحد تريليون جنيه من كم لكم؟ من سهات كم؟ من 2016 لحد 2022 في ستة سنين واحد تريليون صعيد بس صعيد بس كم لفضل تم الصرف على بناء مدن جديدة اتبنى 14 مدينة جديدة منهم سواجة جديدة منهم أسوانة جديدة منهم إنا الاجتماعية ويعني كرة كتير من وجهة مصري شايف أن الحكومة المصرية تعملت على خطتين الخطة الأولانية وهو البناء والخطة التانية هي تطوير أصل الموافق الموجودة والخطتين ماشيين بنجاح جدا بحيث أنهم وفروا كتير قوي منها محطة القهربة الجديدة اللي تبنت في السعيد ودخلت 8000 ميجاوات زيادة ده غير السكة الحديد ده غير قطاع الصرف اللي دخل فيها حوالي 250 قطاع صرف جديد ده غير البوابات ده غير الطرق الصحراوية والطرق التعامل الجديدة بتوصل ده غير عشر مدن صناعية التعاملت في السعيد فكل ده ساعد أكيد في تنمية حياة أي فوض في السعيد طيب هنا أنتقل لأستاذ أحمد بيومي نجيب في السابق ما كانش فيه استغلال بشكل أو بآخر أو عدم استغلال بالكلية للطاقة الصعيدية لو اعتبرنا المصطلح هيبقى كده إشارة إلى القوة العاملة في الصعيد وبالتالي نتج عنه هجرات داخلية وأحيانا هجرات غير شرعية كمان لخارج البلاد وما إلى ذلك الشكل ده من التنمية يؤدي إلى استغلال لهذه القوة العاملة في الصعيد والحيلولة دون هجرة داخلية أو هجرة خارج البلاد بالأساس ولا قد تستمر بعض من هذه الأزمة أولاً برحب حضرتك وتستاذ سادة المشاهدين وكل عام وإحنا بخير طبعاً أنا بأكد على كلام حضرتك وفقاً لتقرير جهاز المركز المحاسبات خلال فترة من 1996 ل2017 بنتكلم عن حوالي 15 ل20 مليون مهاجر من الصعيد إلى محافظات 3 بالأساس المحافظة الأولى هي البحيرة الأولى هي الجيزة استقبلت حلالها 35% من الهجرة الداخلية بالصعيد التانية كانت البحيرة القليوبية هي المركز الثاني وقاهرة جاءت في المركز الثالث حوالي 25% من الهجرة الداخلية الهجرة الداخلية كلها جاء من 3 محافظات في الصعيد أو معظمها يعني الحجم الأكبر فيها جاء من أسيوت وجاء من سهاج وجاء من مينيا طيب إحنا لو بصينا على بعض المؤشرات الاجتماعية الموجودة في المحافظات دي فهنجد أن ما بين أفقر خمس محافظات مصرية سابقاً طبعاً هتلاقي على طول أول محافظة هي محافظة سهاج كانت الأفقر بمعدل فقر يصل إلى 60% ثم محافظة المينيا وأسيوت وعندنا محافظة مطروح طبعاً وفي محافظة أخرى السبب الأساسي في عمليات الهجرة في الفقر هو عدم استكمال التعليم وعدم وجود فرص عمل وعدم وجود بنية تحتية قادرة يعني الولد بيطلع على طول بيتخرج من المدرسة بيقول أنا عايز أشتغل سهاج أو الصعيد معظمهم بيشتغلوا كانوا بيشتغلوا في الزراعة طبعاً سابوا الزراعة وجم يدوروا على شغلة في القاهرة واللي يشتغلوا معظمهم في المعمار الخطة اللي الدولة حطاها فيه التركيز على برنامج تنمية شامل متكامل في منطقة الصعيد واللي زي ما زميلي أشارت صرف عليه 1 تريليون أنا بأكد أن هو 1.5 تريليون من إجمالي 7 تريليون اتصرفت على مصر حصلت الصعيد على ربعهم تقريباً الـ 1.5 تريليون دول اتبنى بيهم طرق محاور أنا هنا ما بتكلمش عن طريق بتكلمش عن محور أنا ما بتكلم عن بنا تحتية قادرة على خدمة أهل البلد تسهل حياتهم وتسهل عملات تجارية النهاردة أهل الصعيد اللي كانوا بيسيبوا منطقة الصعيد عشان ما فيه شغل بسبب أساسي وبيهاجر جوه أو بره هو النهاردة أصبح في الصعيد فيه مناطق صناعية مناطق الصناعية بمختلف طبعاً أشكالها بتدوم اللي بيدوم 150 محل صغير أو مشروع صغير اللي بيدوم 200 على حسب المنطقة وعلى حسب تخصص كل محافظة متخصصة في إيه فإحنا أصبح عندنا تقريباً في كل محافظة في منطقة صناعية وفيه جنبها على طول مدينة جديدة سكن للناس اللي شغالها في منطقة صناعية فأصبح إن من وطبعاً فيه مدارس في تعليم وفيه صحة فأصبح إن أنا إيه اللي هيخالي مواطن صعيدي يسيب أهله وناسه ويسيب مرافق موجودة ويهاجر ما هو الأسباب اللي كان بيهارج لها بيهاجر لها اللي هي الحياة الأفضل اللي كانت موجودة في القاهرة والجيزة وفرص العمل اللي كانت موجودة في القاهرة والجيزة بشكل أكبر الأسباب نفسها بقت موجودة عنده في محافظته فهو أصبح إن هو بيخرج بيتعلم في الجامعة اللي موجودة في المحافظة بيسكن في المباني اللي بتبنيها سواء هي المجتمعات العمرانية أو المباني اللي بتبنيها الدولة أي طرف آخر طبيع للدولة في نفس المحافظة وبيشتغل سواء بيشتغل في حرفته اللي هو الزراعة أو الحرف اللي هو بيشتغل فيها أو فتح مصنع في المنطقة الصناعية الموجودة في المكان فمن البديهي جدا والطبيعي أن المشروعات التنموية للدولة عملتها في منطقة الصعيد أنها يتقلل من عملات الهجرة الداخلية وتحسن من المؤشرات الاجتماعية اللي موجودة في مدن الصعيد اللي هي طبعا الفقر التعليم الصحة البطالة ومعادل النوم السكاني بالأكيد طبعا المعادل النوم السكاني مرتبط بشكل كبير جدا بنسبة التعليم وبنسبة الصحة فالمشروعات القومية أو المشروعات التنموية اللي الدولة بتنفذها في الصعيد هيكون لها أثر مباشر خلال الخمس سنوات اللي جايين على كل مؤشرات الاجتماعية الموجودة في الصعيد وعلى معادلات الهجرة الداخلية وهيبان بالتحديد في الإحصاء السكاني الجديد اللي هيعمله جهاز التابعة العامة والأحصى عظيم جدا طبعا أنا أستأذن حضراتكم هنروح للفاصل ونرجع بعد الفاصل عايز أناقش فكرة وهي مسألة الفرق ما بين نمو الاقتصادي وتنمية أو التكامل ما بين النمو الاقتصادي والتنمية داخل المجتمع هنروح للفاصل ونرجع مع ضيقنا الأعزاء لو سمحتوا استنون الاقتصاد دعي المواسع كبير والله العظيم ما تقعد مع اتنين من الباحثين اللمعين كده تبقى قعد مستفيد وننتقش مناقشة ظريفة كده طب خلوني أرحب مرة تانية بضيوفنا الأعزاء أستاذ محمد صبري أو أستاذ أحمد بيومي باحثان الاقتصاديين بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية وكنا بنقول على مسألة وخلونا نشترك بقى في الحوار يعني بقى نسأل محمد ونسأل أستاذ أحمد نشترك مع بعض مسألة ما بين النمو والتنمية أنا راجل دايما نقول أنا شارفت على التمانية واربعين فاضل لي هم شهرين وكسور وأبقى تمانية واربعين سنة يعني خمسة كده وأبقى قعد خمسين أنا شفت في وقتي نموه ما قدرش نكره حصل نموه والأرقام بتقول حصل نموه في الألفنات تحديدا وكان نموه كبير ما كانش وحش بس كمان في وقتي أنا ما شفتش أي شكل من أشكال التنمية بل للأسف كان بيحصل تردي داخل الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية بتاعت الأفراد مستوى المعيشي إلى آخره إيه هو النمو؟ إيه هي التنمية؟ ومش أقول ما بينهما ولكن المشتركات اللي تخلي النموه منعكس طول الوقت على حالة النموية اشتركوا اشتبكوا تمام خلينا بتدعنا الإجابة ببساطة كده النمو إن الرقم بتاعك بيكبر حجم الاقتصاد بيكبر بس ما بيكبرش بمين يعني هو مش فارق معاه بيكبر بمين يعني أنا ممكن أفتح مشروع واحد كسيف رأس المال أدخ استثمارات كبيرة جدا فيه حجم اقتصادي أكبر من 9 تريليون جنيه ل 10 تريليون جنيه خلاص؟ أنت استفدت منه؟ لا لا أنا استفد؟ لا التنمية إن أنا الاستثمارات اللي بتحصل دي تشغل ناس تفتح بيوت تحسن تعليم تحسن صحة تقلل فقر ترفع من تزود معدل انتجية تزود صدرات تسهل عملية التجارة دي التنمية إن أنت بتعمل مشروع لي أثر بيسموه امباكت انفستنج اللي هو أنا بستثمر بأثر والأثر يكون لي أثر على الناس والناس حسا ويكون لي أثر على بيزنسمان يعني رجل أعمال برضو بيكسب يعني كله بيكسب بس أنا في فرق إن أنا ممكن أكسب بمشروع أحط فيه استثمارات ضخمة جدا عمالة قليلة قوي بنية تحتها ضعيفة وأنتج وبيان ده ده نمو هم فتحت مشروع وظفت ناس كتير فتحت بيوت كتير قللت معدل بطالة حسنت قللت معدل الفقر حسنت الصحة العامة حسنت البنية التحتها ده بقى اسمه تنمية حلو جدا تعال ناخد ده ونروح بيها على الصعيد أين كنا وكيف أصبحنا حاليا إحنا شغالين على تنمية النمو هو أن أنا بشتغل على المدى القصير أنا بعمل مشروع واحد أو في مجال معين بيجيب لي نمو لكن تنمية هو اللي بيحصل ده وقت في الصعيد أن أنا بنمي كل القطاعات قطاع الكهرباء قطاع الصرف بنية تحتية كباري طرق قطاع التعليم قطاع الصحي كل ده تنمية أن أنا حاطت نمو في كل القطاعات دي مرة واحدة فده يساعدني أن أنا يخلق وظائف يخلق صناعة يخلق استثمارات كتير فايت كل الأفراد ما فيش فرض في الصعيد مش مستفيد بأي شيء من القطاعات دي ما فيش فرض في الصعيد مش مستفيد إن الغاز وصله ما فيش فرض في الصعيد ما بيروحش مستشفى ما فيش حد ما بيروحش يتعلم فدي تنمية إننا كل أفراد يعني الصعيد استفادت بالمشاريع دي حلو طيب ده يخليني برضو هفكر معاكم بصوت عالي وأنا أرجوك واشتبكوا معنا كلنا في الحوار كده وإحفر سوا نستطيع الخجول بير عليه ومتحدش الكاميرات ويعني رجل يبحث ويكتب وقليل الكلام هل الوضع الاجتماعي والاقتصادي اللي تبنى عليه الصعيد لفترات طويلة جدا يحتاج مننا أنا ضد فكرة النمزجة يعني بس يحتاج مننا إن إحنا نطبق شكل من أشكال النموذج الصيني أو التجربة الصينية في الصعيد ولا شيء مختلف والله يعني الإكنوميكس أو الاقتصاد هو علم اجتماع وعلوم الاجتماع مرتبطة بشكل أساسي بالبيئة اللي هي بنسميها الكونتكست اللي هو بيئة التنفيذ فاللي تنفذ في مكان ما ونفع مش شرط ينفع عندك أشكد نقولك أنا ضد النمزجة ليه بقى؟ لأن فيه اختلاف ثقافات أديان تعليم طبيعة سكان تراث كل شيء لكن ناخد منه فكرة إن إحنا عندنا الصعيد بتعداد سكاني كبير عندنا قدرة بشرية هائلة محتاجين نعلمهم كويس يكونوا بصحة كويسة ويشتغلوا يعني أنا بحلم أنا من سنتين ثلاثة كنت في كوريا الجنوبية والحقيقة هم عاملين بخدر بخدر بري سكساسف الماضي يعني عاملين نموزج هيل جدا كل محافظة ليها تارجد في الصدرات أنا ما بقولش مصر صدرت كام أنا بقولك قاهرة صدرت بكام لقصر صدرت بكام قفر الشيخ وإرادات المحافظة بتدخل جزء كبير منها ليها لكن في 20 أو 30% بيروح في صندوق أكبر عشان يروح للمحافظات الأفقر الأقل إنتاجا عشان يحصل فيها تنمية عشان تعرف تصدر بعد كده زيها زي المحافظة الأولينية حالي وكل محافظة لها بصمة يعني يعني مثلا عندنا الصعيد مشهورة بالمعمار مثلا يبقى أنا ألاقي في الصعيد مصانع الأسمنت مصانع الحديد مصانع والصعيد تصدر تصدر لمين للفيوم ما بقولش تصدر لإيطاليا تصدر للفيوم وتصدر برضو لبرة يعني الكنين بس الصعيد يتحسب لها أن هي بتصدر للقاهرة ويتكتب يبقى محتوط أن مكتوب أن سهاج صدرت بمبلغ كذا أن قصيوت بتنتج تمومية ألف تمومية ألف طن بنزين سنويا مثلا أن أسيوت صدرت لمحافظة لقصر وصدرت لمحافظة أسوان وصدرت لمحافظة المينيا والرقم ده أصبح فلوس أو دخل وارد لأسيوت علشان الناس تشتغل وتحس أن هي بتنتج النموذج ده طبعا هو علشان طبعا إحنا جمهورية فهي في حساب مركزي بيدم كل شيء لكن هو ممكن يتحطي ببساطة حتى كمستهدفات أنه يبقى مواحد من ضمن المستهدف أننا مش هقول مصر تصدر 100 مليار أقول مصر تصدر 100 مليار القاهرة 20 اسكندرية 5 أسيوت 5 سوهاج 10 وهكذا ويبقى النموذج ده النموذج فكرة وجود هدف أو مستهدف للتصدير أو هدف للإنتاج والعمالة هيصبح فيه تنافس ما بين المحافظات وبعضها البعض على الإنتاج وعالتصدير وعلى أننا أقدم ميزة وخدمة أفضل وأحسم البنية التحتية بتاعتي بشكل أفضل وأحارب الفساد علشان أكبر من النموذج بتاع محافظتي ويصدر المحافظات التانية والمحافظات التانية تتنافس معها وتقلد حلو هنا أروح بسرعة لبحثنا أستاذ محمد صبري قبل ما نخدم بما أنت ضد النمزجة زي أنا برضو أو مع النمزجة مع في بعض ودد في بعض حلو ضد في أننا أخدها كاملة كما هي صح لكن مع في أننا استفيد من الأشياء الكويسة مثل أنه تمت السين جدا بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ودي حاجة كويسة جدا لأنها بتطلع أفقار الشباب وبتطلع الأفقار الجديدة المتطورة دايما فمثلا أننا ساعدنا دلوقتي الشباب في السعيد أنهم يبتدوا يفكروا أحسن لماذا لا يفتحش مشروع لما الحكومة المصرية تدي تسهيلات في التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة أدي الدفعة كبيرة للشباب أنهم يفكروا تب ليه أنا ما كونش صاحب مشروع ليه أنا عندي فكرة ليه ما طبقهاش في الواقع العملي وفعلا بدأ تم تطبيق ده في الواقع العملي وتم افتتاح يعني 250 مشروع صغير ومتوسط في السعيد فدي بداية كويسة هو ده أننا مع النمزجة في بعض الأشياء حين تعتقد أن السعيد أصبح فيه جاذبية لرؤوس الأموال الكبيرة أو ترقومات الرأس المالية الضخمة أنها تستثمر هناك ولا هيفضل دايما أصحاب رؤوس الأموال في مصر واخدين جنب كده بكل تأكيد بعد البنية التحتية الممتازة والمرافق وكمية المشروعات الكبيرة اللي حصلت هناك لأي مستثمر هو بيفكر إزاي يكسب وإزاي أنه هو يعرف يستثمر في مكان يحتوي على كل المرافق بشكل جيد حاليا السعيد هي مقوى لكل شيء جميل بالنسبة للمرافق بالنسبة لتوصيل البنية التحتية الجيدة جدا فكل ده يخليها جاذبة لأي مستثمر كبير أنا عايز الأول أشكركم جدا نورتونا وشرفتونا مع دي الوقت إلا أنه أنا متأكد أنه نازم هنتقابل تاني وثالث ورابع لأنه أنا مبسوط بالكلام وبعدين هنقعد كل شوية نشجع صديقنا محمد صبري على الكلام أكتر وأكتر لحد ما يبقى وحش الشاشة هتبقى وحش الشاشة على إيدي أصبر بس إن شاء الله وخليك تبقى المزيعة بعد كده وأنا أعود أنا بقى أقول لنفسي في كل عاقل عايز أشكركم جدا 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 الأستاذ محمد صبري باحثنا الاقتصادي بمركز المصري الفكر والدراسات شكرا جدا 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 الأستاذ أحمد بيومي الباحث الاقتصادي بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية